بنكمل معكم الجزء الثامن من تخصصات التمريد في أمريكا واللي بعضها مش موجود إلا بأمريكا واللي بعضها عمرك ما سمعت فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من خناتي مذكرات ممرض والتي نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء لو عجبك عنوان الفيديو خليك معنا للآخر ولا تنسى كالعادة الهاند واشنج البس لقلاوس هات الماسك وتفضل معي الوضع بده ايزوليشن من أهم التخصصات بالتمريد في أمريكا ومن أقدم التخصصات الممرض السلام المهنية هذا الممرض يقدم الرعاية الصحية للعمال والموظفين في المصانع والشركات والمؤسسات ويقدم الوقاية من إصابات العمل ويؤكد على إجراءات السلام العامة لتخفيف الإجازات المرضية وبالتالي تخفيف الخسارة في أمريكا بيهتموا جدا بمسألة كثرة الإجازات للعمال والموظفين وبحسبوا بالورقة وبالقلم كل سنة قديش البلد بتخسر من وراء الناس اللي بتقعد في البيت وبتنصاب وبصير معها حوادث عمل تقدر الإصابات في أمريكا سنويا بحوالي تريليون دولار انت متخيل الرقم أمريكا كل ميزانيتها يمكن 14 تريليون دولار فالعمال والموظفين اللي بنصابوا وبقعدوا في البيت مخسرين الدولة تقريبا 6% من الميزانية وهذا رقم مش قليل أبدا هذا التخصص قديم نسبيا ابتدأ تقريبا سنة 1888 لما جابت إدارة إحدى شركات مناجم الفحم في بنسلفينيا جابوا ممرضة اسمها بيتي مولدر علشان ترعى العمال وعائلاتهم بسبب الظروف الصحية السيئة للعمل علشان تتخصص في هذا التخصص بلزمك تمريد باكالوريوس شهادة جامعة بعدين تنجح بالإنكليكس تأخذ رخصة الولاية بعدين خبرة في الكميونيتي هيلف أو الامبيولاترو اللي هي تمريد عيادات خارجية أو الطوارئ أو الكريتيكال كير وبعدين تتخصص في هذا التخصص أو بتأخذ ماستر بابليك هيلث وبتشتغل في أي مصنع التخصص البعدي اللي هو الأرثوبيديك نيرس أو ممرض العظام تأخذ رخصة أو أرثوبيديك نيرس سيرتيفايد بعد امتحان الأرثوبيديك سيرتيفيكيشن إكزام هذا الامتحان في 150 سؤال منهم 135 بحسبوهم و15 هذول تجريبيات ما بدخلوا في المعدل علامة النجاح على الأقل 97 من 135 ويعقد مرتين بالسنة مرة في الربيع ومرة بالخريف قبله لازم يكون عندك سنتين خبرة بس من الشرط بكالوريس ممكن براكتيكال نيرس عادي بده يكون عندك ألف ساعة خبرة في قسم عظام خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتأخذ رخصة صالحة على مدة خمس سنوات بتجددها كل خمس سنوات بألف ساعة عمل يعني كل خمس سنين على الأقل سنة منهم تكون مدام في قسم عظام وتكون ماخذ ثلاثين ساعة تمريض عام بشكل عام تخصص البعدي غريب شوي اللي هو الأستومي نيرس أو بسمه ووند أستومي أند كونتينانس نيرس بأخذ الرخصة من الووند أستومي أند كونتينانس نيرسين سرتيفيكيشن بورد ففي مجلس تمريدي أعلى للكلستومي بس تخيل أو بتأخذ رخصة سرتيفايد ووند سبيشيليست من الأمريكان بورد أوف ووند منيجمنت فهي الممرض خاص شغلته يركب الكولستومي يفضيها ينظفها يراقبها كل يوم يتعرف على علامات الانفكشن إذا كان فيها انفكشن ويتعرف على علامات النيكروزوز إذا صار فيها إكسسكيميا ويبلغ الطبيب إذا لازم تنفك ويتركب غيرها الأوتولارينجولوجي نيرس أو الـ ENT نيرس ممرض الأنف وأذن والحنجرة تخيل أنه فيه تمريض بهذا التخصص لازم تتخرج من كل أو جامعة بعدين إنكليكس أصحاب العمل طبعا بفضل البكالوريوس بعدها بتشتغل في قسم باطني وجراحة ويفضل خبرة جراحة بس أو ENT بس اللي هي الأنف الأذن والحنجرة تختلف الخبرة مطلوبة حسب صاحب العمل عادة بطلبه سنة أو سنتين الرخصة اللي بتاخدها اللي هي Certified Otto Rhino Laryngeology Nurse أو ممرض أنف أذن الحنجرة مختص أو مرخص وتعطى من Society of Otto Laryngeology and Head Neck Nurses منظمة ممرضي الأنف الأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والتي تحتاج خبرة سنتين في الأنف أذن الحنجرة وفي رخصة ثانية اسمها Certified Ambulatory Surgery Nurse اللي بتنعطى من Competency and Credentialing Institute معهد المهارات والترخيص وتجدد كل ثلاث إلى خمس سنوات بعشرة إلى ثلاثين ساعة دورات تختلف عدد الدورات من إلى حسب الجهة اللي بتمنحك الترخيص أو بتبارس المهنة ألف إلى ألفين ساعة في قسم ENT خلال آخر خمس سنوات وقد يلزم إعادة الامتحان حسب الجهة المانحة للترخيص من التخصصات النادرة يمكن ما تلاقيها إلا في أمريكا وأكم بلد Pain Control Nurse أنت ممكن يكون اختصاصك تخفيف الألم فقط سواء كان الألم acute أو chronic ممكن تشتغل في مستشفى دار مسنين فيه إشاء اسمه Pain Clinic عيادة علاج الألم ممكن تشتغل مع مرضى سرطان في كثير مجالات يجب أن تتخرج من الكلية أو الجامع ثم الإنكليكس طبعا أصحاب العمل بفضلوا البكالوريس تشتغل في قسم باطن أو جراحة أو ICU أو قسم مرضى سرطان الخبرة المطلوبة تختلف حسب صاحب العمل عادة بطلبه سنتين إلى ثلاث الرخصة بسموها Certified Pain Management Nurse تخذها من الأمريكا نيرس Credentialing Center والتي تحتاج خبرة سنتين أو ألفين ساعة في علاج الألم خلال آخر ثلاث سنوات مع استكمال ثلاثين ساعة دورات خلال آخر ثلاث سنوات وبدك تنجح في امتحان علاج الألم الذي تقيمه الأمريكا نيرسنج Credentialing Center هذا الرخصة بتجددها كل خمس سنوات بخمس وسبعين ساعة دورات تختلف حسب الجهاء اللي منحتك الترخيص أو بشرط ممارسة المهنة لعدد ساعات معينة في قسم علاج الألم بالذات وقد يلزم الامتحان إذا لم تحقق إحد الشرطين ممكن برضو تنتسب لمنظمة American Society for Pain Management Nursing إذا بدك مزيد من الفائدة ومصادر ومراجع وتصاحب ناس متخصصين لنفس التخصص بتفيدك بس ما بتعطيك رخصة أروع تخصص بالعالم التخصص اللي أنا نفسي فيه Pediatric Nurse تمريض الأطفال من أروع التخصصات بتقدر تقدم امتحان Certified Pediatric Nurse Exam بعد الدبلوم أو البكالوروس لازم يكون معك خبرة 1800 ساعة عمل يعني حوالي السنة 11 شهر في قسم الأطفال في أمريكا في 30 ألف ممرض وممرضة أطفال ممكن يكون معك ماستر ممكن تكون Pediatric Nurse Practitioner ممكن تأخذ اختصاص Pediatric Emergency Nurse Certified وبتأخذ الترخيص من Pediatric Nursing Certification Board إذا بتحب العمليات ففيها تخصصين الPerianesthesia والPeri Operative Nurse وهدول بينهم فرق الPerianesthesia Nurse هذا بتشتغل على باب العمليات يعني بتشوف المريض قبل ما يدخل على العملية بتطمنه إذا خاف من التخدير بتشرح له عن الأدوية عن التخدير عن العمليات عن كل شي بتعمله Health Education Psychological Support بتجيز ضغطه بتجيز نبضه إلى آخرين بعد ما يطلع من العملية نفس الإشي بس جوه العملية ما إليك شغل ممكن يكون معك ديبلوم أو باكالوريوس عادة يطلب منه بعض المهارات مثل قراءة المونيتور إعطاء الأدوية بالوريد يكون معك PLS و ACLS الرخصة بتخذها من American Society of Perianesthesia Nurses بسموك ممرض إنعاش أو ممرض إفاقة Certified Post Anesthesia Nurses أو بسموك Certified Ambulatory Perianesthesia Nurse لو بدك تشتغل جوه العمليات بسموك Perioperative Nurse أو Operation Nurse أو Surgery Nurse Surgery مش في قسم الجراحة Surgery يعني جوه العملية الفرق بينه وبين النوع السابق إنه في هذا التخصص يعمل المريض داخل العمليات مع الجراحة وطبيب التخدير ويقدم الرعاية قبله وخلال وبعد العملية لازم يكون معك باكالوريوس ناجح في الإنكليكس ويكون معك خبرة في قسم جراحة أو طوارئ أو ICU عشان تبرهن إنك تستطيع تصرف بسرعة أو تعمل تحت ضغط كثير من المستشفيات توفر برنامج Internship مثل برنامج AORN Periop 101 مثلاً هذا البرنامج مشهور جداً يدرب الممرضين على أحدث المعايير في الجراحة ويستعمل في 2500 مستشفى في أمريكا الفيديو الجاي رح نتكلم عن كمان 8 أو 9 أنواع من التمريض وخصوصاً تمريض الصحة النفسية استنوا برضو رح تستفيدوا وتستمتعوا في النهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد ناول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته